شكراً كابتن سيد عبد الحفيظ على كل ما قدمته لناديك بإخلاص وبحب وبتفاني خلال الفترة الماضية وبالتوفيق إن شاء الله للكابتن خالد بيبو في مهمته الجديدة كابتن خالد بيبو واحد من الناس المهمين جداً جداً في الجدران النادرات عنده ثلاث ملفات عجلة حيشتغل عليهم الكابتن خالد بيبو اللي بقوله من اليوم مبروك طبعاً بدأ مهم عمله بشكل رسمي اليوم السابت على الرغم من إن الفريق كلنا عارفين في راحة سلبية سعدادة للموسم الجديد بعد ما وصل الدور قبل النهائي في كاس مصر بفوزه على المصر البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في مظهر في النادي العالي قال إن كابتن بيبو مهتم بعدد من الملفات بشكل خاص بيسعى من خلالها لتهيئة الأجواء للفريق وده الشغل الصح اللي أنا بشوف احتياجات في رئيتي في المرحلة القادمة وببتدي أشتغل عليها طبعاً في مقدمة هذه الملفات معسكر الإعداد الخارجي فيما تعلق بمكانه وبرنامجه الكامل في معسكر إعداد للموسم الجديد طبعاً الأقرب ممكن يكون ألمانيا فالكابتن خالد شغال عليه وبكل تأكيد بالاشتراك مع الجهاز الفني برئاسة أو بقيادة مصر كلها بيبو بيحاول إنهاء ملف المعسكر وزي ما قلت لكم ألمانيا هي الأقرب حتى اللحظة دي أو النمسا والنمسا وألمانيا زي ما احنا عارفين بيعتبروا مكان واحد في المعسكرات الأوروبية خصوصاً عاوزين تأشيرات مبكراً إثبات الذات طبعاً من الناحية الإدارية بيبو بيعقف أيضاً على دراسة ملف لائحة الفريق في الوقت الحالي اللايحة الخاصة بالمكافآت الخاصة بالجزاءات الخاصة بمن واحد يطلع يكتب تويتر أو يكتب حاجة على وسائل التواصل الاجتماعي الغرامة اللي تكون موجودة عليها إيه لأن دي مش أخلاقيات النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم فكل ما يخص اللايحة من حيث الترغيب ومن حيث الترهيب بقى مرة تانية من حيث الترغيب والترهيب هي محل للتعديل والإضافة أو الحذف خلال هذه الفترة وزي ما قلت لحضراتكم ده كله بالاشتراك مع الجهاز الفني بينوى أيضاً كابتن خالد بيبو مدير الكورة الجديد بالنادي الأهلي وضع ضوابط خاصة لإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي زي ما أنا قلت لكم وموضوع عبدالقادر الأخير يعني برضو أثار كثير جداً من الأمور فده كله أولويات كابتن خالد بيبو مدير الكورة في النادي الأهلي خلال هذه الفترة مرة تانية مليون مليون مبروك كابتن خالد بيبو أده ويدود كل الجماهير النادي الأهلي ونادي الأهلي ووراك في ممتك الجديدة شكراً جزيلاً كابتن ساير عبدالحفيظ مدير الكورة الكف على كل ما قدمته لناديك مرة تانية لناديك النادي الأهلي خلال فترة توليك وإن شاء الله موفق فيما هو قادم الفترة القادمة شكراً جزيلاً